بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم عزيزي الطلباء طلبة سنة أولى ثانوي اليوم شاء الله حين ندخلوا في الوحدة من المجهري إلى العياني وحين تعرفوا على المقادير المولية وكمية المادة إذن أول حاجة ما هو المال تعريف المال المال هو وحدة قياس كميات المادة إذن المال هو وحدة قياس كميات المادة بحيث أن وحد مال يحتوي على قيمة قدرها 6.023 في 10.23 فرد كيميائي وهذا العدد نسميه بعدد أفوغادرو إذن نكتب أولا ما هو المال قلنا أن المال هو وحدة قياس كميات المادة إذن هو وحدة قياس كميات المادة طبعا رمزه نرمز له بالرمز مال حيث ماذا حيث واحد مال واحد مال يحتوي إذن قلنا حيث واحد مال يحتوي على يحتوي على 6.023 في 10.23 فرد كيميائي طبعا ما معنى فرد كيميائي ممكن يكون شاردة ممكن يكون ذرة طبعا ذرة شاردة هذا فرد كيميائي إذن قلنا أعيد قلنا أن المال هو وحدة قياس كمية المادة نرمز لها بالرمز مال حيث واحد مال يحتوي على 6.023 في 10.23 فرد كيميائي إذن فرد كيميائي قلنا ممكن تكون مجموعة من الشوارد مجموعة من الذرات مجموعة من جزيئات إذن ذرة أو جزيئة طبعا قلنا هذا العدد هذا يسمى بعدد أفوغادرو إذن يدعى إذن يدعى هذا العدد بعدد أفوغادرو يدعى بعدد أفوغادرو إذن يدعى بعدد أفوغادرو كيف نرمز له؟ نرمز له بالرمز ن إذن نرمز نرمز لعدد أفوغادرو نرمز له بالرمز ن هذا هو يعني وهو عبارة قلنا مجموعة من الذرات أو الجزيئات أو الشوارد بحيث هذا العدد ن هو عبارة عن عدد الذرات الموجودة في 12 جرام من الفحم سيسيس دوز إذن وهو وهو عبارة عن عدد عدد الذرات الموجودة في 12 جرام من الكربون أو من الفحم الفحم هو الكربون من الفحم سيسيس دوز إذن هذا هو عدد أفوغادرو إذن يمكن أن نكتب أن ن تساوي 6.0 23 في 10 أو 23 جزيئة شاردة أو ذرة إذن هذا هو عدد أفوغادرو إذن يمكن أن نستخرج علاقة عدد أفوغادرو بعدد المولات أو كمية المادة طبعا كمية المادة الوحدة التاحة هي المال قلنا أن المال هي وحدة قياس كمية المادة إذن مثلا يمكن أن نكتب أن كل واحد مال يعني واحد مال من الذرات واحد مال من الجزيئات واحد مال من الشوارد تعطي لنا دائما تعطي لنا دائما عدد أفوغادرو إذن من أجل عدد من الذرات نرمز لها بالرمز N كم لدينا من كمية المادة؟ إذن كمية المادة N نستعمل القاعدة الثلاثية تساوي N في 1 على N معناه تساوي N قسم N إذن هذا عبارة عن كمية المادة إذن N هي كمية المادة أو نقدر نسموها عدد المولات عدد المولات رمزها عفوا وحدتها هي مول والآن هذه هي عدد الذرات والآن آه هو عدد أفوغادرو إذن هذا بالنسبة لتعريف المول الآن رحوا نتعرف على الكتلة المولية الذرية إذن الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي إذن ثانياً الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي إذن ما معنى الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي؟ هي كتلة واحد مول من ذرات هذا العنصر طبعا في حالتها الطبيعية إذن يمكن أن نكتب أن الكتلة المولية لعنصر كيميائي هي كتلة واحد مول من ذرات هذا العنصر في حالتها الطبيعية في حالتها الطبيعية إذن طبعا لها وحدة وحدتها هي جرام بارمول إذن الوحدة مهمة جدا حذاري ونرمز للكتلة المولية نرمز لها بالرمز جرانتام إذن أم كبيرة إذن هذه هي الكتلة المولية إذن الكتلة المولية نرمز لها بالرمز جرانتام وحدة تحها هي جرام بارمول ماذا تساوي الكتلة المولية؟ الكتلة المولية نقدر نحسبها طبعا كتلة المولية الذرية لماذا؟ لأنه هناك الكتلة المولية الجزائية يعني للجزائيات هذه تعد ذرة واحدة يعني لذرة الكتلة المولية الذرية إذن الكتلة المولية الذرية يساوي ماذا؟ يساوي كتلة الذرة الواحدة أم أطام في عدد أفوغادرو إذن الكتلة المولية إذن قلنا هذه هي الكتلة المولية الوحدة تحها جرام بارمول قلنا هذه من الوحدة مهمة جدا إذن ملاحظة فإن هذا يعني هذا الدرس هذا الدرس على الكيميا مهم جدا بالنسبة للسنوات الثلاثة سنة أولى وثانية وثالثة ثانوي إذن يعني يجب على كل تلميذ أن يعني باش تكون عنده معلومات كافية حول هذا الدرس إذن لدينا قلنا أم أطام هي كتلة الذرة الواحدة وأن أ هو عدد أفوغادرو إذن هنا رح نشوف كيفاش نقدر نحسب كتلة الذرة الواحدة طبعا كتلة الذرة الواحدة شفناها في الحسس الماضية قلنا كتلة الذرة الواحدة تساوي تقريبا كتلة النوات لماذا؟ لأن كما نعلم أن معظم كتلة الذرة تتمركز في النوات والسبب يعود إلى ماذا؟ يعود إلى إهمال كتلة الإلكترونات أمام كتلة مجموع بروتونات والنيترونات إذن نحن نعلم أن الإلكترونات مهملة أمام كتلة النوات لذلك نقول أن معظم كتلة الذرة تتمركز في النوات إذن بحيث أم أعطم يعني إحنا باش نحسب الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي لازم قبل نحسب الكتلة الذرة الواحدة كي نلقى كتلة الذرة الواحدة لعنصر كيميائي نضربوها في عدد أبو قادرو باش تعطينا الكتلة المولية إذن كي باش نحسبه كتلة الذرة الواحدة؟ قلنا أم أعطم نعلم أن أم أعطم يعني النوات تتكون قلنا باللي كتلة الذرة هي كتلة النوات ولكن النوات تتكون من بروتونات والنيترونات يعني كنا نقدر نكتبه زاد أم بي زائد أن أم أن ولكن بما أن أم بي أم بي تساوي بالتقريب أم أن وكتبنا إذن نقدر نكتبه أم أعطم تساوي نخرجه زاد أم المشترك زاد زائد أعفو نخرجه أم بي عم المشترك تقعد لهذه عبارة عن أ وبالتالي إحنا شفنا في الحساس الماضية قلنا باللي أم أعطم يعني كتلة الذرة الواحدة اللي هي كتلة النوات تساوي أفو أم بي يعني مباشرة تنكيقوا لكم حسبولي الكتلة المولية الذرية لازم قبل رح نحسب كتلة الذرة الواحدة يعني اللي هي كتلة النوات تساوي العدد الكتالي نضربها في كتلة البروتون الواحد اللي هي 1.67 في 10 أس ناق 27 طبعا نمدوها لنا في التمرين لما نحسب كتلة الذرة نروحوا نضربها في عدد أفو قادرو ولكن قبل ما نضربها في عدد أفو قادرو ما ننسوش أن الكتلة أم أعطم كتلة الذرة الواحدة يعني كي نحسبوها رايحة طبعا ما تخرجناش يعني رحي نخرجوها بالكيلو جرام يعني حناية لما نحسبوها بالكيلو جرام هنا لما ننسى أن الكتلة المولية يعني الكتلة المولية الجزائية راهي جرام بار مول يعني جرام لكل مول ما عندها لازم علينا نحوله حذاري إذن طبعا ندلكم أمثلة إذن ندروا مثال يستحسن أن ندروا مثال إذن ندروا مثال إذن أمثلة نحن مثلا نحسبو إذن أمثلة مثلا نحسبو ما هي كتلة ذرة الفلار مثلا نحسبو كتلة ذرة الفلار وثم نحسب الكتلة المولية التحها إذن أحسب مثلا نقوله أحسب الكتلة المولية طبعا المولية الذرية لذرة الفلار الفلار اللي هو F919 إحنا قلنا باش نجاوب على السؤال هذا يعني باش نحسب الكتلة المولية الذرية لازم أول حاجة نحسبه كتلة ذرة الفلار يعني إذن أول حاجة نحسبه كتلة الذرة إذن حساب أم أطوم معناتها أم أف إذن أم أف ماذا تساوي قلنا تساوي A فوا أم بي هكذا إذن هنا طبعا أم بي ما تتغيرش هي دايما 1.67 في 10 ناقص 27 إذن قلنا هنا عندي الأ الأشحال هي 19 إذن تساعة عشر ضربة في 1.67 في 10 ناقص 19 إذن نتيجة هنا شحة رحة تعطينا تعطينا واحد وثلاثين واحد وثلاثين فاصل تلاتة وسبعين في 10 وثناقص 27 كيلو قعر إذن هذه كتلة ذرة الفلار إحنا قلنا بنحسبه الكتلة المولية لذرة الفلار إذن وبالتالي الكتلة المولية لذرة الفلار واش تساوي قلنا يساوي M أطم معندها M أف في عدد أبو قادرو إذن هذا هو القانون أطم معندها ذرة إذن M فلار في عدد أبو قادرو إذن هنا شحة لقينا كتلة الفلار لقيناها واحد وثلاثين فاصل ثلاثة وسبعين في 10 أس ناقص 27 كيلو قعر ولكن إحنا قلنا لازم نحولوها القرام لماذا؟ لأنه الكتلة المولية كتلة المولية الكتلة التحا هي قرام بغمون إذن كيفاش نحولوها القرام هنا نضربوها طبعا كيلو قرام القرام ضربوها في 10 أس ثلاثة إذن M أف تساوي 31.73 في 10 أس ناقص 27 هذه كيلو قرام نحولوها القرام معنى نضربوها في 10 أس ثلاثة ثم نضربوها في عدد أفوغادرو لهو 6.023 في 10 أس 23 إذن الكتلة المولية ذرية طبعا لذرة الفلار رايح تحن بالتقريب 19 10 جرام بغمون إذن هنا الكتلة المولية لذرة الفلار أحطي بتقريب 19 جرام بغمون إذن هذه هي الكتلة المولية الذرية يعني يعني كيقولونا حسبوه للكتلة المولية الذرية قلنا لازم نحسبو قبل كتلة الذرة الوحيدة كي نلقاوها بالكيلو جرام نحولوها لجرام عندها نضربوها في 10 أس ثلاثة ثم نضربوها في عدد أفوغادرو إذن هذا بالنسبة للكتلة المولية الآن إذا كان عندنا عنصر لهنا ضائر طبعا الكتلة المولية الذرية ما نقدش نحسبها بهذا القانون وشفنا يعني في الوحدات الأولى تاع الكيميا شفنا كيفاش نحسبو الكتلة الذرية المتوسطة لعنصر له نضائر إذن في حالة إذن حالة عنصر له نضائر طبعا لابدنا وشمعتها النضائر النضائر قلنا هي عناصر لها نفس العدد الذري أو الشحاني وتختلف في العدد الكتالي يعني مثلا إذن مثلا لدينا لدينا مثلا نظيران إذن نظيران إكس آ زاد و إقعاك مثلا نكون عندنا نسميه إكس آ زاد نسميه هنا يعني هنا قلنا عندهم نفس العدد الذري وهي تختلف في العدد الكتالي بحيث هذا النظير المثال يتواجد في الطبيعة بنسب مختلفة مثلا إكس آز يتواجد بنسبة إكس بخصو يعني النسبة المئوية تعه في طبيعة هي إكس بخصو والنسبة المئوية للنظير الثاني مثلا هي إجراك بخصو إذن كيف شرح حسبه الكتلة الذرية طبعا الكتلة المولية الذرية الكتلة المولية الذرية لعنصر له نظائر تحت بالقانون التالي إذن نضرب A في إكس بخصو زائد A بخيم في إجراك بخصو على مئة بالمئة بحيث أننا لما نجمع إكس بخصو زائد إجراك بخصو لازم نلقاه مئة بالمئة إذن هذا هو القانون اللي استعملنا وباش تفهموه أكثر ندروا عليه مثال إذن مثال عن الكتلة المولية الذرية لعنصر له نظائر مثلا عنصر النحاس إذن عندنا عنصر النحاس له C U في الحالة الطبيعية في الحالة الطبيعية له نظيران له نظيران شكونهما هذا النظيران أن C U 29 63 و C U 29 65 بحيث يتواجدان بنسب مئوية التالية إذن بحيث النسب المئوية النسب المئوية الذرية لتواجدهما في الطبيعة في الطبيعة على التوالي إذن عندنا عندنا 69.1% بالنسبة ل C U 19 63 و 30.8% بالنسبة للنظير الثاني إذن السؤال هو أحسب الكتلة الكتلة المولية أحسب الكتلة المولية الذرية لكل نظير لكل نظير طبعا إحنا باش نحسب الكتلة المولية لكل نظير قلنا نطبقه القانون هذا نضرب العدد الكتالي في النسبة المئوية بالنسبة للنظير الأول زائد العدد الكتالي الثاني في النسبة المئوية الثانية نقسمها على 100 ونحسب الكتلة المولية إذن الكتلة المولية لهذا العنصر هي قلنا نضرب 63 في 9 وستين فاصل واحد زائد 65 نضرب ها في 30 فاصل 8 ونقسم ها عالميا وراحين نلقا الكتلة المولية للنحاس طبعا هذه النحاس الكتلة المولية الذرية للنحاس نلقا ها بتقريب 63 فاصل خمسة جرام با مول إذن هذه هي الكتلة المولية طبعا هنا يوش لحظت قبيلا كيحسبنا الكتلة المولية الذرية لذرة الفلور لقينا ها بتقريب إذن الكتلة المولية تساوي العدد الكتري للفلور لماذا لأنه هنا عنصر ما عندوش نظائر ولكن بالنسبة العنصر له نظائر لاحظوا أنه ملقيتش 63 ملقيتش 65 القينا 63 فاصل خمسة يعني أنا بيها نسميوها الكتلة المولية المتوسطة إذن هذا بالنسبة للكتلة المولية الذرية الآن بالنسبة الكتلة المولية الجزيئية إذن عندنا الكتلة المولية الجزيئية يعني خاصة بالجزيئات يعني هنا كيفاش نحسب الكتلة المولية ليه خاصة بالجزيئات إذن قلنا تمثل كتلة المولية الجزيئية لنوع كيميائي جزيئي كتلة واحد مول من جزيئاته وهي مجموعة الكتلة المولية الدرية يعني مثلا ناخد أمثلة مثلا السؤال هو أحسب الكتلة المولية مثلا للجزيئات التالية للجزيئات التالية طبعا إحنا لما يقول لكم وحسب الكتلة المولية الجزيئات التالية لما يكون عندكم جزيئات لازم يمدلكم الكتلة المولية الذرية يعني تعكل ذرة إذن مثلا ناخد الجزيئات مثلا H2SO4 مثلا HNO3 مثلا CO2 مثلا H2O NH3 إذن هذه الجزيئات حبينا نحسبو الكتلة المولية لكل جزيئة ولكن في المعطيات رح يمدلكم الكتلة المولية على الهيدروجين يكتبوا لكم هكذا الكتلة المولية على الهيدروجين هي 1 جرام بغمول الأس اللي هي الكبريت الكتلة المولية تحا هي 32 جرام بغمول الكتلة المولية على الهيدروجين هي 16 جرام بغمول هدو يمدهم لكم في المعطيات وكذلك النيتروجين هي 14 جرام بغمول والكربون هي 12 جرام بغمول وش مازال إذن هدو هما الكتلة المولية هدو كامل يعطوهم لكم في المعطيات إذن رحوا نحسبو الآن نبدأو بالكتلة المولية لH2SO4 وش تساوي تساوي الكتلة المولية للهيدروجين ولكن لاحظوا باللي هنا الهيدروجين عندي زوج زوج هيدروجينة نضربها في اثنين يعني نضرب اثنين زوج مرات الكتلة المولية على الهيدروجين زائد الكتلة المولية للكبريت عندي واحدة فقط كبريت هنا عندي ربعة أكسيجين معانتها زائد ربعة في الكتلة المولية تا الأكسيجين وطبعا هنا هنا نحسبو إذن هنا H2SO4 رحو نحسبو رجح الكتلة المولية نعودو ثنين في كتلة المولية على الهيدروجين هي واحد زائد كتلة المولية على الكبريت هي ثنين وثلاثين زائد الكتلة المولية على الأكسيجين هي ستاش معانتها ثنين في ستاش وراحين نلقاوها كتلة المولية تاع H2SO4 نلقاوها ثمانية وتسعين المفروض نلقاوها ثمانية وتسعين جرام بار مول إذن ثمانية وتسعين جرام بار مول إذن تقدروا تحسبوها هنتأكد فقط نزيد نحسبها إذن ثنين زائد ثنين وثلاثين زائد ثنين في ستاش عافون نعم إذن قلنا ثنين إذن عاود نحسب قلنا ثنين H2SO4 الكبريت هي ثنين وثلاثين إذن هنا الكبريت ثنين وثلاثين والأكسيجن عافون هنا أربعة وليس إثناني إذن هنا أربعة إذن زائد أربعة في ستاش نعم إذن نلقاوها ثنين وتسعين جرام بار مول إذن بهذه الطريقة نزيد نحسب الكتلة المولية إذن نزيد نحسب الكتلة المولية لـ HNO3 إذن وش تساوي قلنا الكتلة المولية الهيدروجين نكتب ها مباشرة إن هي واحد زائد الكتلة المولية تال نيتروجين هي ربعتاش زائد الكتلة المولية تال الأكسيجن هي ستاش معدها ثلاثة في ستاش ورح نحسب هم إذن ثلاثة في ستاش النتيجة هي تلاثة وستون. اذا ساوي تلاثة وستين جرام باغ مال. اذا هذه هي الكتلة المولية الجزيئية. نزيد من حسب سي او دو. اذا قلنا الكتلة المولية الكربون هي تناشة. هاي لك تناشة زائد تنين في الكتلة المولية الاكسيجين هي ستاش. وراح تعطينا اذا اربعة وربعين جرام باغ مال. اذا هذه هي الكتلة المولية. طبعا بنفس طريقة نقدروا نحسبوه تا الهيدروجين. عفون تا الماء وتا الان اش اخوة. اذا الكتلة المولية لاش دوزو. اذا اش دوزو. تعطينا ثنين في الكتلة المولية على الهيدروجين. زائد كتلة المولية على الاكسيجين هي ستاش. تساوي ثمنتاش قرام باغ مال. واخيرا الكتلة المولية لان اش تخوة. يساوي اربعتاش تاع الان. زائد تلاتة في واحد. يساوي سبعتاش قرام باغ مال. اذا هذه هي طريقة حساب الكتلة المولية. اذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الجزء من يعني اللي هو على تعريف المول. وكيفية حساب الكتلة المولية. اذا انتظرو في حصة المقبلة ان شاء الله. رح نكملكم الجزء الثاني. يعني كيفش ننخرج علاقات المول. وكيفش نخرج كذلك الحجم المولي. اه وكذلك ما تبقي من الدرس. اذا الى حصة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.